في هذا الحكم ماكو اظهار الزينة ولكن اكو العلم بالزينة الشخص العيان مو فقط هو الذي يحرك الخيال ايضا يحرك الخيال ايضا يحرك واحيانا الخيال يحرك اكثر من تحريك العيان هذا علماء النفس يشيرون الى اقروا كتب علم النفس الخيال احيانا يكون في قوة التحريك والتأثير اكثر من الشخص ذاته واكثر من العيان فلاحظوا الدقة وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ المرأة لسوى حركة اللي هذه الحركة تظهر زينتها المستورة مو تظهر تعلم يعني اكو في يدها معاضد معضد مستور ولكن تحرك يدها الرجل يعلم انها لبست معضدا الآية هنا تقول وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمِ عِلْمٍ فَقَطْ مُوْ رُؤِيَ عِلْمٍ هو هذا العلم يضر ايضا هذا مو كلام واحد حتى واحد يقول منه قال هذا هذا قرآن قائل الآية القرآنية شوفوا الدقة عما تعال إلى بيوت الكثير تشوف هذه الحواجز كلها أو كثير منها ملغا الرجال والنساء يقعدون على مائدة واحدة وعندما المرأة تاكل بعد ما تتمكن تحافظ على حجابها وتضرب بخمرها على جيوبها ويضحكون ويتبادلون الأحاديث المختلفة هذه الأشياء إذا فسح أمامها المجال هذا خطر هذا يذهب بدين الإنسان يذهب بدنيا الإنسان يهدم العوائل وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لَيُّعْلَمَ مُجَرَّدْ عِلْمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ يَوْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ